لا تزال مدينتان لطامنة وكفرزيتا في ريف حمات الشمالي تتعرضان بشكل خاص لقصف مدفعي عنيف ومتكرر على الرغم من تثبيت نقطة المراقبة التركية الثامنة في مدينة مورك بالقرب منهما تنفيذاً لاتفاق تخفيف التصعيد الموقع في أستانا الأمر الذي نتج عنه دمار واسع وحرائق في مساحات شاسعة من الأراضي وإطلاف محاصيل زراعية بالمنطقة على رغم من وجود نقطة التركية في مدينة مورك المجاورة لمدينة اللطاني إلا أنه يتم قصف اللطاني بشكل يومي وممتكرر وممتعدد بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة حتى الطيران المدفعي الثقيلة طيران يعني قصف مو منهج ما أدل ذلك إلى أنه تحترق المحاصيل الزراعية اللي الناس ناطرته فارغ الصبر وفد من الأهالي زار النقطة التركية واجتمع مع عناصرها للمطالبة باتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أو تخفيف القصف الجانب التركي طمأن الأهالي باستحالة تقدم النظام على المنطقة براً ووعد بإيصال مطالب الأهالي للقيادة التركية للخروج بقرارات من شأنها ضمانة سلامة المدنيين في الحقيقة رحبوا بهذه المطالب ووعدوا أنهم سوف يرفعونها إلى القيادة وأن الأيام المقبلة سيكون فيها انفراج وحلحلة لهذه المعضلة وأكدوا أن مدينة اللطاني والريف الشمالي المحرر طبعاً على قيد جدوى أعمالهم وأنهم يهتمون به كثيراً وأن القيادات على أعلى مستويات يجتمعون من أجل هذا الموضوع وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون ربما حلحلة الأمور فيها ويكون هناك حل بشكل نهائي وبشكل كامل للريف حماء الشمالي وأشار عناصر النقطة التركية إلى أن النظام يحاول من خلال تكثيف قصفه على المنطقة إيجاد شرخ بينهم وبين المدنيين موضحين أنهم في صدد مناقشة إنشاء مخافرة على خطوط التماسي مع قوات النظام بناء على عرض الأهالي لذلك ما بين وعود الأتراك بالتهدئة وتخوف الأهالي من المستقبل يستمر النظام بتصعيد استهدافه لعموم قرى وبلدات ريف حماء الشمالي يبقى السؤال إلى متى سيستمر الحال هكذا عبد القادر لعبد قناة الجسر الفضائية ريف حماء ترجمة نانسي قنقر